السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نرى الحصة الخامسة أو الحصة السابعة عفوا بماذا تتغذى النباتة الخضراء وماذا تغذى النباتة الخضراء هذه أخر حصة في الموضوع الخصائص النباتة وتفاعلها مع الوسط البيئي وفي الوحدة ثالثة بصفة عامة سوف نقوم بصفة 47 الهدف هو أن نتعرف أهمية الأملاح المعدنية والهواء والضوء والماء بالنسبة لنباتة الأخضر نرى أن الحيوانات كان لدينا حيوانات عاشبة تغذى العشو وحيوانات لحمة تغذى اللحم الحيوانات العاشبة عندها نظام أسنان مكيف مع النظام الغذائيديا وحيوانات العاشبة عندها وظائف مهمة في القيام بالحركات والتنفس والتغذية اليوم سوف نرى النباتات بماذا تتغذى النباتة؟ هذا هو السؤال بماذا تتغذى النباتات؟ أشنو ستاكل باش تعيش باش تكبر؟ إذن بماذا تتغذى النباتات؟ هذا هو التساؤل بماذا تتغذى النباتات؟ بطبيعة الحال نحن النباتات كنعرف بأنها تصنع الغذاء ديلها بنفسها هي نباتات منتجة مستهلكة تتغذى النباتات تتغذى النباتات تتغذى النباتات معدنية وهواء إذا لاحظوا معي اختبار التعلمات أو اختبار نتائج تجارب أربع تجارب تجربة الأولى واحدة النبتة واحدة النبتة واحدة النبتة لا تتغذى النبتة كبرات والنبتة هنا نستمتع أهمية الماء نقول أن الماء ضروري لنمو النباتات لنمو وبقائها حية وبقائها حية تجربة ثانية لاحظوا معي عندي تربة حقل بها أملح معدنية نبتة تنمو وعندي رمي أو رمل مغسول يعني زرعنا نبتة غير الرمل ونسقها غير الماء المقطر يعني لا يوجد أملح معدنية النبتة لا تنمو هنا الأملح المعدنية لا يوجد في الرمل لا يوجد تربة لف الماء هنا نكتشف أهمية الأملح المعدنية إذا تنمو النبتة في تربة الحقل لأن بها بها أملح معدنية بها أملح معدنية تجربة ثالثة إذا لاحظوا معي التجربة الثالثة سنكتشف ضوء الشمس أو أهمية ضوء الشمس من اللي كنغرسوا واحد النبتة وتنسقوها في تربة الحقل في أملح معدنية ضوء الشمس النبتة تنمو يبقى النبات وينمو إليش دينا هذه النبتة وخطيناها بواحد الغطاء الأسود يعني منعنا عليها ضوء الشمس يصفر النبات ويدبول ويموت إذن هناك نكتشف بأن الضوء مهم الضوء مهم لحيات النبتة ونموها إذن الضوء مهم عنده ضور مهم جدا تجربة الرابعة يبقى النبات حيا في وسط به هوا لاحظوا معي قدرنا غطاء أسود قدرنا وسط به هوا يبقى النبات حيا يبقى النبات في وسط بدون هوا لا يوجد هوا يعني النبتة لا تنفس لأنها تحتاج الأكسيجين لتنفس نكتشف بأن الهوا ضروري ولحياته ضروري لحياة ونمو النبات إذن لحياة ونمو النبات الهواء ضروري لحياة ونمو النبات لماذا؟ لأنها تتنفس إذن من هذه التجارب الأربع سنتجنا بأن النبتة تكبر وتحياة وتبقى على قيد الحياة وتنمو خصها الماء إذن لدينا الماء الماء ضروري اكتشفنا بأن النبتة تحتاج إلى أملاح معدنية الأملاح المعدنية إذن نبتة لتبقى أمضي خصها الأملاح المعدنية الضوء لأنها تستعمل الضوء في عمليات التركيب الضوئي إذن سترى في السنوات المقبلة إذن هذه النبتة لتنتج المادة العضوية تدير عمليات التركيب الضوئي إذن تحتاج لهذا الضوء عمليات التركيب الضوئي إذن التركيب الضوئي وبالنسبة للعامل المهم هو الهواء الهواء يعني أنها تتنفس تحتاج لأكسيجن لأنها تتنفس سنتجدها بالاستنتاج إذن سنملأ الخلاصة بماء يناسب تحتاج النباتات كي تحيا وتنمو يعني كي تبقى حياة وتكبر إلى الماء والأملاح المعدنية والضوء والهواء قبل والضوء لماذا تخليت الضوء هو الأخير لأنها تستمده من أشعة الشمس إذن تحتاج كي تحيا وتنمو إلى الماء والهواء يعني لأكسيجن والضوء اللذي تستمده من أشعة الشمس الآن سنمر لأنها تستمده من أشعة الشمس أو أشعة الشمس لأملاح المعدنية لأملاح المعدنية لأملاح المعدنية لأملاح المعدنية والضوء ماذا تفعل؟ نقص الماء نقص الهواء كما نعمل الأملاح المعدنية والأملاح الرماح والأملاح نعيش الضوء هنا يوجد طربة ماء، أملح مدينية و الظلم النبتة تحتاج للطربة لتستمد من أملح المدينية هناك الماء سال منيغو و أملح مدينية نستجد طرابة هذا هو الجواب الصحيح لأنه يزيد حتى العلاج لأنك تحتاج حتى الهواء باش تنفس مادم أنه كان الليومياء كان الضوء إذا راح تل هواء كين لأنه لأنه كتكون في حلس بصلي في الضوء دنكر الهواء كين دنك هنا أمبليسيتمو راح تل هواء كين الغ 3 هي الجواب صحيح فالا هدوما الأجوبة الخاصة بهذا الدرس هذا نتلاقوا إن شاء الله مع بقية دروس المرجع إذا نواضح في النشط العلمي ودروس أخرى إن شاء الله على القناة تكونوا في الموعد دائما على نفس القناة إلى اللقاء